مآثة منا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التفزيون المصري أهلا بكم تابع الرئيس عبد الفتاح سيسيا الموقف التنفيذي لإنشاء شبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة وخلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين اطلع الرئيس السيسي على تطورات إنشاء الشبكة الوطنية والتي تهدف إلى مجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفير بسام راضي بأن الاجتماع استعرض نتيجة تجهيل نموذج الاسترشادي للشبكة والذي بدأ مرحلته الأولى في محافظة بورسعيد استعدادا لتعميم المنظوم على كافة محافظات الجمهورية ووجه رئيس السيسي بالاستمرار في دراسة والتقييم كافة نتائج التجربة الاسترشادية في بورسعيد لبلورة أفضل نموذج وطنية وخلال الاجتماع اطلع الرئيس السيسي على الموقف الحالي للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام للمساهمة بفعالية لصالح الاقتصاد القومي ودعم الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الدولة جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات قطاع الأعمال العام ووجه رئيس السيسي بأن يمثل أداء شركة جسور بتواجدها الخارجي جسورا فعلية ممتدة مع العالم للتواصل التجاري والترويج للمنتجات والصادرات وأوضح متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعراض مستجدات تطوير شركة النصر للسيارات وذلك لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بالشراكة مع الخبرة الصينية أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن تقدير مصر الرئاسة الحالية للكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقية مثمناً الجهود التي يقوم بها الرئيس فلكس تشيسي كيدي في قضية سد النهضة الإثيوبية وخلال لقائه رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية ساما لوكوندي كينجي لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين أعرب مدبولي عن آمله في التواصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول هذا المشروع ومؤكداً في الوقت نفسه أن مصر تدعى مشروعات التنمية بالدول الإفريقية بما لا يضر بمصالح الشعوب الأخرى وخلال اللقاء أكد مدبولي أن مصر على استعداد كامل لوضع خبرتها الرائدة التي اكتسبتها خلال الفترة الماضية أمام الأشقاء في الكونغو استقبلت منطقة أهرامات الجيذة الأثرية رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له وذلك على هامش زيارتهم الحالية لمصر وقام رئيس الوزراء الكونغو الديمقراطية بجولة داخل الممر الأول للهرم الأكبر ومنطقة طيء تمثال أبو الهول والبانوراما كما أعرب عن إعجابه بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار كما أبدأ انبهاره بضخامة تمثال أبو الهول ودقة نحته أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 654 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفاءهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفى إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 228 ألفا و 624 حالة وفي بيانها اليومي أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 حالة إيجابية جديدة وأربع حالات وفاء في إطار المتابعة الميدانية للمبادرة الرئيسية حياة كريمة بمحافظة الأقصر تم المرور على المشروعات الخاصة بحياة كريمة في مركزي إسنا وأرماند وذلك للإتمئنان على سير وانتظام العمل عقب إجازة عيد الأطحى المبارك وتتواصل التجهيزات لبدء أعمال تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب مع استمرار أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرية النمسا وبجانب ذلك جاري العمل في تنفيذ شبكات ومحطات الصرف الصحي الخاصة بقراء المحميد والريانية والرزيقات أكدت السعودية وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة كما جددت السعودية ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وتدعو السعودية المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية ختم ومجزء الثامنة فاصل وأنا أود لحضراتكم الاستكمال فقرات برنامج صباح الخير يا مصر